يعني تاب ايه التوبة؟ التوبة هي تغيير فكر وتغيير موقف تغيير فكر من ناحية الله ازاي شايف الله وتغيير فكر من ناحية الخطيئة انسان الطبيعي يقول عنهم الكتاب يشربون الاثم كالايه؟ كالما لكن الواحد لما يتوب يتغير فكره من ناحية الخطيئة يشوف الخطيئة انها بشعة ويشوف نتائج الخطيئة المرة ويشوف الخطيئة انها تعدى على حقوق الله وإهانة له فيغير فكره من ناحية الخطيئة يغير فكره من الله ويغير فكره من ناحية الخطيئة ويغير فكره من ناحية اسلوب معيشته يغير اسلوب المعيشة اللي كان عايش بيها في الأول حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصي وتغيير الفكر يتطلب كمان تغيير كنت ماشي ومدي لله دهري ومدي للخطيئة والعالم بشهوات ووشي عملت قف الأول وبعدين عملت للخلف در ورجعت إلى الله يبقى توبت عن الخطيئة ورجعت إلى الله الحي الحقيقي سيما كانت يعني كرازة الرسل توبه ورجعه توبة عن ورجوع إلى الله الحي الحقيقي طيب إيه اللي حصل لما توبت عن الخطيئة ورجعت إلى الله تولدت من الله وقبلت الرب يسوع ربه مخلص اتغفرت كل خطيئة كل خطيئة كلها ليه لأن المسيح على الصليب حمل خطيئة يقول في أشعية 53 كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه اسمع اللي جاية والرب وضع عليه أي على المسيح اثم جميعنا ويقول عن المسيح في هذا الإصحاح العظيم وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها كيف البار يبرر الفاجر الأثيم لأنه ارتضى بأن يحمل خطيانا في جسمه على على الخشب نال غفران خطايا في كلوسي اتنين وعدد 13 يقول مسامحا لكم بكم في المية من خطاياكم بجميع الخطايا وفي أفاسوس واحد سبعة يقول الذي فيه لنا بدمه غفران الخطايا على أساس دم المسيح والواسطة القبول بالإيمان شخص المسيح كربه مخلص أنال غفران كامل أبدي لخطايا طيب الخطايا دي كانت تستدعي الدينونة الأبدية مش كده لما تغفلت خطايا ماذا عن الدينونة لأن الدينونة انتهت لكل من قبل المسيح لكل مؤمن حقيقي رب يسوع بنفسه قرر لنا هذه الحقيقة في يحنى خمسة أربعة وعشرين يقول المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدي وبعضين ولا يأتي إلى دينونة